ثم أيضا خلينا أقول بكل صراحة الكتاب المقدس يمنع تعدد الزوجات تقول لي طب ما فيه بالعهد القديم اتزوجوا نعم أحبائي لكن أظهر الكتاب المقدس مخاطر تعدد الزوجات من المعاناة والمأساة التي تنتج عنها والحصاد المر اللي جنوب كل اللي تزوجوا بتعدد الزوجات في العهد القديم منشوف فيه عواقب اللي أثرت على الأسرة إلى مدى طويل فالكتاب المقدس بكل بساطة يمنع تعدد الزوجات والمسيح أكد على هذا الموضوع ورجعنا لفكرة الله من الأصل سفر التكوين أنه كان غرض الله رجل واحد امرأة واحدة يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته فيكونان جسدا واحدا ثم يقول الكتاب أيضا وما جمعه الله لا يفرقه إنسان فإذا أي شخص بعد المسيح علم عن تعدد الزوجات على طول اعرف إنه هذا ليس شيء كتابي مش من الكتاب المقدس والله لا يناقد نفسه